من عجيب الكرة النهاردة ماتش مانشستر سيتي وفاينورد من عجيب الدنيا الماتش اللي عند الدقيقة سبعين يعني مانشستر سيتي وفاينورد بعد كده انت بشتفهم اللي بحصل في مانشستر سيتي مانشستر سيتي الدفاع بتاعها يعني بقى في الارض خالص كلكم وجفارديولكم تاني يا حبيبي السيقة اللي انت بتعملها تياتي لما تبقى قدام في الهجوم لما تجي تشوت قدام تعمل بالسوس وده من فيش مشكلة لكن وانت مدافع الكلام ده ما ينفعش اللي يتفرج على الماتش ده اول شوت مش هيقول الشوت يعني هو اول شوت يعتبر هو الجول اللي جيه هو اللي فتح الماتش بس اخر ربع ساعة حاجة تانية في مشكلة كبيرة جدا في اتخاذ القرار في لعبة مانشستر سيتي في التركيز عندهم مشكلة كبيرة في التركيز وفيه كمية ميس باز من اول الماتش مش اخر ربع ساعة بس كمية ميس باز رهيبة انت هلند عمل لك اللي عليه وجاب جنين واحد ضرب الجزاء هو سبب فيها والتاني هجم مرتدة تعتبر محترمة عمل شغل عليه هيعمل لك ايه تاني يعني هلند عمل اللي عليه النهاردة انت عندك مشكلة فعلا اللاعب رقم ستة لا غنى عنه دفاعيا في الملعب لا غنى عنه انت من غير من غير اللاعب رقم ستة رودري انت ضايع منشستر سيتي من غير رودري ضايع وعندك طائم الدفاع كله لا اول مرة تلعب كرة او ايه في مشكلة كبيرة لازم تقول لحلها انت كده خمس مشاط خسران والماطش تتعادل وبعدين انت مش تلعب فرقة كبيرة يعني وبعدين انت تلعب على الارضة يعني يعني وعادين الماطش الجاي او تعمل ايه انت الماطش الجاي كده هتتعبى نجي بقى البيت التاني الفرنسي التاني عثمان ديمبلي في ماطش باريس سين جيرمانو وفي الباير البايرس سين جيرمان عدت بلعب احسن لما عصبان انطرد يعني هما كانوا بالعب وعشر لعبه احسن بكتير من هما كانوا كانوا 11 اللاعب زي ما تكون كان شلك في الملعب يعني وبعدين يعني عاوز يعمل نفسه ما كان مبابي يا حبيبي انت مش مبابي عاوز يخلي نفسه اللي هو انا رقم واحد انا في الفريق وعمل اللي انا عاوزه والناس تحترم لا يا حبيبي انت مش مبابي مبابي وستوي تاني امكانيات تانية انت غير مبابي وطبعا لازم ندي حقه اليوم مانو النور لا مانو النور هو طلع يعمل لك طلع يلعب بصران على العاب لا مانو النور يعني في كاتجوري كده هو بوفون في حتة كده للحراس المرمن وباقي الحراس في جنب تاني النهاردة برضو البايرن عامل ماتش حل الماتش كان كله ضغط 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 من جنبين من البايرن ومن باريس كان ماتش صعب وثقيل كان ضغط من اول ماتش كان ضغط شرس جدا جدا من البايرن البايرن جاب جون وبعد كده بقى في كذا كرة ضاعت من البايرن فالمشكلة ديت لازم تنحل لانه ما تحلتش قدام فرقة ما بتضيعش قدام الجون يعني انت عندك باريس بتضيع قدام الجون زي السلام عليكم لو فرقة تانية هتتعبها لو فرقة تانية غير باريس سان جرمان هتتعب البايرن نروح بقى للحلاوة والمتعة والكورة والتيكي تاكا برشلونا نهاردة ايه اللي بعمله بيدري ده بيدري ده لأ حتة بسبوسة في نص الملعب لأ بيدري مستوى تانية خالص بيدري يفرق عن اي لاعب رقم 8 عنه مستوى العالم كله لو هنعتبر اللي هو بلعب رقم 8 لأ الكرة في رجله سلسة بطريقة رهيبة وبعدين بيلعب السهل الممتنع جدا الحتة زحمة يعرف يطلعك لأ لعبه عالي قوي وعادين على سنه وبعدين اللاعب ده يجدعان يتصاب بصابة طويلة اللاعب ده يعتبر الرباط صليب اللي جاله لأ ده لسه مش كسر 23 سنة 24 سنة ده يدري ده لسه بسم الله قدامه يعني أقل حاجة 15 سنة فحقيقي حقيقي لما يبع عندك فيه مدرب برا وبعدين الفرقة كلها تعتبر شباب فرقة كلها شباب حتى اللي بينزل شباب فالفرقة قدامها يعني أقل حاجة لو بالمنظر ده قدامها أقل حاجة 15-20 سنة تاكل أوروبا كلها عندك مدرب برا اسمه هانزي فليك ده مدرب متعلم صح ده مدرب تقيل مدرب اللعيبة بتحترمه بيديهم إضافات طبعا مش لها دعب المدربين اللي كانوا قبل كده قبل تشافي لأ دول مش كانوا مدربين دول كانوا رعلها كفتاجية ماشي صناعية ماشي لكن مدربين كورا لا 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 ما أعتقدش وطبعا الجوهرة في الهجوم لبندفوسكي النهاردة عدل 100 هدف دور الأبطال فحقيقي لو ربنا قرموا السنة دي وخدوا دور الأبطال ممكن ياخدوا الكورا الزهبية وطبعا استعادة للموسم اللي مفروض كان ياخد فيه الكورا الزهبية وتحرم منها سلام أنا شفت برده النهاردة ماتش الأهلي أنا عندي فيه مشكلة إيه كمية الفرص الضيعة دي كمية فرص ضيعة رهيبة كمية فرص ضيعة من المهاجمين من كهربا في الخصوص بعدين كهربا زايد يعني أنا عندي عاوز أعرف هو اللاعب لما يكونش بلعب في الملعب وزن بزيد المفروض أنت لعب جاهز في أي وقت تلعب وزنك ما يزيدش فكمية الفرص اللي ضيعة عادية لأ يعني إنت لو في ماتش تاني هتعمل لك مشكلة كبيرة وبعدين إيه الغلطات الدفاعية السازجة دي اللاعبة برضو فيه زرحان لازم اللاعبة دي تنشد لأن اللاعب المصري معروف أو خصوصها اللي بلعب في دور المصري لازم ينشد عليه عشان يحافظ على مستويه طول ما هو ميتساب كده بيعدد ندرم ما احنا كسبنا خلاص لأ فيه مشكلة فعلا في الخاطر الدفاع لازم تنظبط وعندك مشكلة اللي هو تضيع الفرص إن الأهل مضيع الماتش داع حوالي خمس ستة جوان والماتش داع يقلص مرتاح عشرة مرتاح عشرة سفرة لكن احنا بالمنظر اللي حشوفنا ده لأ فرص كتير ضاعة ولازم وزن اللاعبة يقل اللاعبة فيه كرش عند اللاعبة اللاعبة عندها كرش عندها جناب المفروض الحاجات اللي بتكناف هذه بدهيات وشابوه طبعا لأفشة النفسي أفشة يلعب أساسي على إمام عشور أو يلعب هؤما للنفس الملعب واحد تمانية واحد عشرة لكن أفشة ما يعودش صراحة أفشة ما يعودش احطياطي لأي سبب من الأسباب سلام اشتركوا في القناة